أنا باختصار المشهد اللي عام داخل النادي الآلي المشهد اللي في موراد كتير من السيزون اللي فات تفتقد تفتقد الروح في النادي الآلي تفتقد الروح حتفتقد البطولة وتفتقد الفوز درسالتك للعيبة يعني؟ لازم الروح كل مطش فيه روح النادي الآلي تعلمنا كده إلعب بروح حتى لو فنياتك مش موجودة إلعب شجع زميلك أوم أوم اللي جانبك تكلم كرة القدم جزء مهم فيها الكلمة طب فيه لعيبة كاف تنشادي مفروض ما تبقاش موجودة السنة دي أو تبقى زي ما قال كابتال دا كده مثلا مصوف البدر انت جبته كان أفضل يبقى موجودة انا دورنا أنا راجل على المستوى الشخص أنا دوري بيجي أحل المشهد العام ادارة والمدير الفني وما اللي بيحدده مع بعض احنا بنشوف مباراة بنشوف فيها خطأ نقوله نقول رأينا أنا لعيب يوعد ما يحوضش وهو برجل اللعب نفسه أنا لعيب بلعب في النادي الأهلي نرى زي ما موت نفسي وقاتل بس رسالة برضو للمرة المليون لموسيمانيو أنا لعيب رسالتين بسرعة اللاعب اللي يقصر تبا تخلوهم تلات خليك التلاتة انت أقول أنا أقول اتنين اللاعب اللي يقصر فنيا وأداءه من أسوأ لأسوأ أعدوا جنبك وخرجوا بره التمنتاشر عشان لما هيقعد هيديك المية في المية طالما انت بتصق فيه دا دا حل سهل جدا رقم اتنين النادي الأهلي محتاج جدا طول الوقت التحرك بدون كورة في الشق الهجومي والزيادة العددية الهجومية لازم بقى فيه سناريهات مع لعابتي لازم بقى فيه كلام مع لعابتي دا مهم جدا في النهار دا المدير الفني للنادي الأهلي بلعب نهاي سوبر وخسران دوري لازم يبقى عندي مخاطرة ومجاسفة يبقى فيه كسافة عددية لوقت ما في المباراة بقولك تلت ساعة اشوف النادي الأهلي ضغط بكل قوة طبعا ما حصلش ومرة تانية وتالتة ومليون تفتقد الروح داخل النادي الأهلي اعتقد تفتقد الفوز والبطول طيب تالتة بقى كاتر سالتات انت برضو مقلت ليش رأيك في الخصم اللي عمله كالتخطيب لا ما انا بقولك ان هو عشان يهد الجماعيين بس انا اخصم من المدير الفني واللعيبة لك لانما سيد لا الجهاز الطب لا هو الجهاز الاداري مثلا ما كتبش عمر عشان ان انا مثلا اعظه المدلك مدلكش اللعيبة لو عملوا كده او ما عملوش كده يبقى اخصم منهم انا ما دول ما لهمش زي او بيكلم عن منظومة يعني قرار عن منظومة كلها كتب بس لا يبقى المدير الفني خص المدير الفني او الجهاز الفني بس واللعيبة تمام